عودة الاستعمار بعد عدوان الناتو على ليبيا، بدأ السباق للنهب أرضنا وسرقة ثرواتها. لقد انقلب المعتد الدولي علينا مرة أخرى. لقد سعوا إلى اغتصاب إرادة مواطنين في العيش بسلام إلى جانب المجتمع الدولي. مثل كتاب لعبهم القديم عن الاستعمار، بدأ التكرار الثاني، مما أدى إلى تحول القبيلة ضد القبيلة، وتمويل الدمية ضد الدمية لإطالة أمد الحرب الاستعمارية بالوكالة. سعى الكارتال الدولي إلى إضفاء الشرعية على الدميتين، خليفة حفتر وفايز السراج ضد إرادة المواطن لإطالة أمد الاستعمار المعاصر وقواته ومرتزقته.